قال وزير الشؤون الدينية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية عبداللطيف الشيخ إن الشعب السعودي يعتبر مصر بلده الثاني ويكن لها الاحترام والتقدير وخلال كلمته في افتتاح المؤتمر الدولي الثاني والثلاثين للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية تحت عنوان عقد المواطنة وأثره على تحقيق السلام المجتمعي والعالمي وجه آل شيخ الشكر للرئيس السيسي مؤكدا أنه أنقذ مصر وخاض معركة الوعي المجتمعي لبناء الجمهورية الجديدة ونجح في وضع اسم مصر على خريطة العالم في الأمن والاستقرار والرخاء أشكر بهذا المؤتمر فخامت رئيس جمهورية مصر العربية المجاهد الكبير سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الذي جاهد فعلا وأنقذ مصر من كارثة كادة أن تقع بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضله وبفضل الرجال الشجعان الذين آثروا حياتهم وآثروا راحتهم وآثروا كل أمور الدنيا من أجل بقاء مصر منارة هدى ومنارة خير لجميع بلاد العالم الإسلامي فخامت الرئيس الذي خاض المعارك الصعبة لبناء الوعي المجتمعي في مصر العزيزة وبناء الجمهورية الجديدة وضع مصر على خارطة العالم في الأمن والاستقرار والرخاء ترجمة نانسي قنقر